بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى هذا اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته اللقاء التشاوري 17 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية والقمة العربية الإسلامية الأميركية وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خدم الحروين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض ومعالي السيد عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسافراء البلدين وأعضاء السفارة البحرينية وقد تفضل صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح التالي إنه لمن دواعي سرورنا وقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى بلدنا المملكة العربية السعودية الشقيقة أن نؤكد عميق اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين بلدينا وشعبين الشقيقين وأن نعبر لأخينا خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى ورعاه عن بالغ شكرنا على الدعوة الكريمة لنا للمشاركة باللقاء التشاوري لأشقائنا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي قمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وفي القمة العربية الإسلامية الأمريكية وذلك لتعميق الشراكة وتوطيد التعاون المشترك والتحرك بشكل جماعي أوثق إزاء كل القضايا ذات التأثير البالغ في تحديد مستقبل دولنا وشعوبنا مثمنين عاليا الجهود المباركة والمبادرات المتواصلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة أخينا خدم الحرمين الشريفين في تعزيز الروابط ونشر ثقافة التسامح لتعيش جميع دول العالم في أمن وسلام منويهنا كذلك بالنهج الصديد للإدارة الأمريكية وحرصها على التشاوري والعمل مع دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية لإيجاد حلول جذرية لأهم التحديات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطرف والإرهاب بشتى صوره وألوانه إن هذه القيمة المهمة تأتي في توقيت بالغ الدقة تشهد فيه منطقتنا والعالم بأسره الكثير من التطورات المتلاحقة والمتشابكة التي تلقي بظلالها وتأثيراتها على الجميع وتفرض استمرار التشاور حول كيفية التعامل الفاعل معها بما يحفظ استقرار شعوبنا ويعزز من أمن وسلامة دولنا كما أنها تؤكد ما تتسم به العلاقات الخليجية الأميركية من تميز وما تستند إليه من مقومات راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتعد فرصة لتعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية والانطلاق بها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة مؤكدين ثقتنا في أن النجاح سيكون حليفا لهذه المناقشات الواسعة والمباحثات المستفيدة في توحيد الجهود وإرساء نهج حافل ومتكامل قادرين على التصدي للأفكار المتطرفة في ردع الأعمال والتنظيمات الإرهابية ومنع كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية والانطلاق نحو شراكة أشمل بفضل عزم الشركاء الذين يتقاسمون ذات الأهداف على بسط الأمن والسلم في إنحاء العالم وبناء مستقبل مشرق للبشرية جمعا سألنا الله تعالى لهذه الجهود كل التوفيق والسداد لما فيه الخير وقد تشكلت بحثة الشرف برئاسة سعدة الدكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين وكان جلالة الملك المفدى قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال اشتركوا في القناة